خلال الساعة القليلة الماضية رد الداعية الشيخ عبدالله رجدي على تساؤل مؤدي المهرجانات عمر كمال حول صحة تصدقه وتبرعه لأعمال الخير الذي يقوم بها من الأموال التي يحصل عليها من الغناء والمهرجانات حيث قال عبدالله رجدي في مضمون منشور له على صفحة رسمية على فيسبوك الغناء بهذه الصورة التي نراها حيث العري والاختلاط والمعازف والكلمات السوقية فلا شك أنه حرام أما الصدقة من المال الحرام فغير مقبولة وغير جائزة أصلا ولذلك فالذي عنده مال حرام عليه إخراج المال بقصد أنه يريد التخلص من مال حرام لا بقصد أنه يريد الصدقة منه لا بقصد أنه يريد الصدقة عن نفسه أنه لو قصد بإنفاق هذا المال الصدقة عن نفسه فإنه يصير آثما إذن في وقعت السؤال فإن الذي عنده مال حرام يجب عليه أن يخرجه في أبواب الخير لكن ينوي عند إنفاقه نية التخلص من مال حرام وليس نية التصدق المعروفة لأنه لو ترك هذا المال في حوزاته فهو أصلا آثم ببقائه عنده فيجب عليه التخلص من كل هذا المال بالنية التي وضحناها وليس بقصد الصدقة عن نفسه أو غيره ترجمة نانسي قنقر